دولين اعتبر رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم عيسى حياته بأن الخلود في رئاسة الاتحاد الافريقي لكرة القدم ليس عيبا إذا كان رئيسها يقدم نتائج جيدة مبديا استغرابه من الذين يطالبونه بالرحيل عنها الكاف مؤكدا بأن رئيس الفيفا الأسبق البرازيلي جواو هابالونج غادر الفيفا سنة 98 وهو في سنة 80 عاما من عمره بعدما بقي على رئاستها 24 عاما مضيفا لموقع افريكا نيوز بأن عدة احتحاديات طلبت منه الترشح لعهدة جديدة